اهلا بحضراتكم من جديد الفقرة دي مهمة جدا 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 انا شخصيا منتظرها يعني شخصيا هبقى مع حضراتكم مشاهد ومتابع لما يقوله ضيفي الكريم النهاردة بنتكلم على تفسير لجملة بقولها بقى لي شهر جنون المناخ المناخ وصيب بحالة جنون ده تعبير مجازي بقوله بقول يا جماعة شفت الجنون فين فيضان اعصار زلزال حرائق تصحر جفاف العالم متلخبط يوم الاربعاء الماضي كنا بنناقش في حلقة المشهد المناخ والجنون المناخ كان عنوان الحلقة الدكتور عبد المناخ السعيد سأل وقال يا جماعه وفي حاجة في الكون ها مش شايفينها في حاجة غريبة جدا نخاف يكون في حاجة اكبر من اللي احنا بنقوله ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية والغزاء والجوع وتصحر والتعرق والدرجة الحرارة المرتفعة وغيره لذلك كان الهدف بتاعنا ان احنا يكون معنا الاستاذ الدكتور هشام العسكري واستاذ الاستشعار عن بعض وعلوم الارض بجامعة تشامن بالولايات المتحدة الامريكية وصديقنا العزيز دكتور هشام اهلا بي اهلا استاذ ناشا تحياتي انا منتظرك الحقيقة ربنا خليك اشكرك سعيد بجوني مع حضرتك انا اسعد الله وخايف كمان لا 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 بتخافش ان شاء الله كل خير بأمر الله ايه اللي بيحصل في الكرة الارضية مناخية انا سكت هقول لحضرتك يعني حالك تفضلت وقلت جنون المناخ او جنون التقس اللي بيحدث على كوكب الارض قد يهيئ للبعض ان كل ما يحدث احنا بمعزل عنه او ان احنا مش شايفينه او احنا مش عارفينه المفروض عن طريق تخنيات التشعر عن بعض وعن طريق نظم علوم الارض وعلوم البيانات احنا المفروض بنتستطيع دراسة او نرصد مثل هذه الظواهر ونبقى عارفين او عندنا نوع من انواع الاستشراف المستقبلي ليه ما يمكن ان يحدث في المستقبل عن طريق بعض النمازج الرياضية وعن طريق بعض الرؤى او النظرة العميقة او النظرة متعمقة في بعض البيانات اللي احنا بنحصل عليها من الاكبر الصناعية ونبتدي نحطها في بعض النمازج الرياضية اللي هي تقدر تعملين عملية استشراف للمستقبل انا مش عاوز اقول ان احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده كذا مرة وتكلمنا في موضوع الظواهر المناخية اللي بتحدث حركة تفضلت وقلت دلوقتي ان احنا عندنا جفاف وعندنا فيضلات انا بس عندي تحفظ على الزلازل انا عايز اطلع الزلازل من المنظومة دي انا اكتل امراضي اه اه مش عايز اربط الزلازل او الحركات التكتونية مع ما يحدث في المناخ ده قضية وده قضية ده شيء منفصل عندنا ولكن لما حركة تتكلم عن حراخ الغابات تتكلم عن احترار الكرة الارضية تتكلم عن ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات نتكلم عن التأثير على الحياة البحرية او سلسلة الغذاء او التصحر كل دية ظواهر بتتبع ما يعرف باسم التغيرات المناخية او الاحترار العالمي السبب ان احنا شايفين الموضوع ابتدى يتفاقم لان احنا في مرحلة تصارع اللوقتي من ضمن المقاومات الاساسية العملية التغيرات المناخية هي عملية الاكسلاريشن يعني انا ببدأ مثلا بشكل محدد وحركة تجي تزور زي زي مثلا الكوفيد لما كان الكوفيد موجود في العالم كله احنا ممكن مثلا نرصد حلقة او اتنين اليوم اللي وراء تلاقيه مية اليوم اللي وراء تلاقيه عشر تلاف وهكذا فالعمليات الرصد او عملية الانتقال من مرحلة الى اخرى هي مش هي عمليات خطية او مش عمليات بتبدأ يبقى فيه انكريمينس او فيه زيادات بنسبة محددة لا حيث ممكن تجد زياد في درجات الحرارة وفجأة تجد ان درجات الحرارة بيحدث فيها زيادة كبيرة جدا متسارعة على فترات زمنية اقل فالتأثير بتاع حبيبان للمتلاقي ان هو تأثير ضخم وده اللي بيحدث الان احنا نرصد الامور دي على مدار بيانات بتعدي العقود انا ما ينفعش اتكلم على المناخ من غير ما يكون باصص على بيانات تتعدى العاشرة والعشرين والخمسين والمئة سنة ما ينفعش ان انا اتكلم بناءا على بعض ما يتم رصده خلال مثلا عدة الايام السابقة لان ده فروق كبيرة جدا ما بين كلمة التقس وكلمة المناخ ومن هنا احنا لما بنيجي نتكلم على المناخ وحضرتك شايف الوضع الحالي يعني اقسف ان انا اقول احنا لسه المناخ متجه الى ما هو اقصى من كده يعني ممكن احنا نجد شواهد او تجد بعض الظواهر الطبيعية اللي هي تكون حادة جدا او اكتر من اللي احنا فيه او اكتر من اللي اعلم فيه للأسف ممكن للأسف الشديد ممكن فعلا ممكن الحالي تجد بعض الظواهر الطبيعية يعني الاسوأ لم يأتي بعد يعني لا لسه لسه احنا في مرحلة يعني احنا دلوقتي في زيادات في درجات الحرارة الناس دلوقتي بترصد هذه الزيادة وبتؤثر بالشكل جدير جدا وتم يعني بعض الاقويل وبعض المقالات وبعض الارتكلز اللي بتطلع او اللي هي بعض الدوليات العلمية بتتكلم على ان السنة دي تكون من اعلى السنوات في درجات الحرارة احنا بنشهد الآن على بعض الدول ان درجات الحرارة ممكن تصل يعني في عز الظهر او في الظهيرة 50 40 و50 لا ده انا اقول لحضرك في بعض المناطق على كوكب الارض ممكن تصل الى 60 و70 يعني فيه اماكن في اراضة حصل بالفعل اه بتحصل بتعدي 60 درجة بقوية بتعدي 60 درجة بقوية مثلا في عز النهار يعني في فترات معينة في الظهيرة وبرضه كل ده بيختلف على حسب الغطاء الارضي الموجود احنا بنسميه الاند يوز لاند كوفر على حسب ايه اللي موجود في هذا النطاق حريبا بتشهد او بتجد ان التأثير ممكن يكون يتضاعف وده الحاجة اللي هي بتؤثر على صحة الانسان وده اللي احنا عايزين برضو نتكلم عليها او نحط ايه بعض الاصابع او بعض الرؤى عليها اللي ان دهت ظاهرة بتحدث وهتزداد اللي هي بنسميه او الظاهر هي يعني زي الجزر المنعزلة كده مناطق حرارية او بتبتدي تطلع حرارة وبعض الشرائح اللي احنا هنبتدي نعليطها مع بعض النهاردة ان شاء الله هتوري حضرتك الاتجاهات دي يلا شبابيش لو احنا شغلنا اول شريحة قدام حضرتك دلوقتي حيك سألتني جنون المناخ انا حطت لحريك بعض السيناريوهات لو احنا بصينا كده هتلاقي ان فيه تلات سيناريوهات اللي احنا بنسميها العوالم الدفيئة يبقى هي العوالم كلها المستقبلية هي عوالم دفيئة ولكن الدفء بيتروح او بيختلف من منطقة الى منطقة اخرى كل دفيئ كل دفيئ كل اللي جاي هو عوالم دفيئة ولكن لو حدث نوع من انواع رد الفعل العالمي المسؤول تجاه التغييرات المناخية ممكن نبتدي نقلل او نبتدي نقنن العمليات الزيادات المتوقعة لو انا بصيت هتلاقي فيه سيناريو لولو اخضر وسيناريو لولو اصفر وسيناريو لولو احمر الاخضر والاصفر والاحمر كلها عوالم دفيئة بتقول ان درجات الحرارة هتزداد بدرجات معينة لغاية ما توصل لنهاية القرن انا بستشرف المستقبل بقول عند سنة 2050 هيحدث كذا وعند سنة 200 هيحدث كذا اللي في الاخضر بيقولك ان 200 هيصل الى 1.5 درجة وانا يعني ايه اقسف ان اقول حاجة ده مش هيحصل احنا عدنا مرحلة ديت لان النهاردة دي وقت عدنا احنا النهاردة على كوكب الارض منذ الثورة الصناعية زاد كوكب الارض بالفعل الى 1.1 من 10 درجة ممكن تشرح لنا بتاعت 1.5 درجة دي يعني من ايه ايه الاساس بده حاجة يعني ممكن تزداد في بعض الأماكن 2-3-4 درجات وممكن أن نخفض في حتة فالمتوسط على الكوكب أزأهول على الفترة الزمنية القادمة وعلى النطاق المساحي كله على ظهر هذا الكوكب يتصل إلى هذا فمعنى كده أننا رصدنا ووجدنا أنه منذ الثورة الصناعية والزيادة المضطردة في انبعاثات الغازات اللي هي للغازات الدفيئة هي ديت اللي قدت إلى كثير من الاحتباس الحراري الكرة الأرضية بتبتص جزء من الطيف الشمس ديت ربنا خلقها إنها بتشعع أطياف مختلفة كل طيف في الشمس ليه خصائص في بعضها لها خصائص ضوئية في بعضها لها خصائص اختراق معينة في بعضها بعض الأطياف ديت لها خصائص حرارية جزء من أشعة الشمسية ديت اللي هو الأشعة تحت الحمراء لما بتعدي في الغلاف الجوي اللي هو المشبع بالغازات الدفيئة بتستطيع المرور من خلال الغلاف الجوي ولكن لما تبتدي تصل إلى كوكب الأرض أو لسطح الكرة الأرضية وتبتدي تترد مرة أخرى وتطلع من سطح الكرة الأرضية ما بتعرفش تهرب ما بتعرفش تطلع للفضاء الخارجي تتحبس الغازات الدفيئة الموجودة بكثرة في الغلاف الجوي بتمنع خروج الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الكرة الأرضية إلى خارج الغلاف الجوي وده اللي بيعرف باسم كلمة إيه؟ الاحتباس الحراري يبقى كلمة الاحترار العالمي أو الـ Global warming دي تنشأة من فكرة أن أنا عندي غازات دفيئة بتزداد كمياتها أو كسافتها بشكل كبير جداً في الغلاف الجوي وهي ديت اللي بتمنع الأشعة تحت الحمراء اللي بتصدر من سطح الكرة الأرضية أنها تهرب إلى الخارج الأشعة ديت لو هربت تقفت درجات الحرارة يبقى درجة حرارة الأرض تبتدي تبرد أو تهدى لكن هي مش قادرة تهرب فلما مش قادرة تهرب إيه اللي بيحدث؟ بيحدث إزدياد في درجات الحرارة فأنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج أعمل حاجتين محتاج أغير في الشكل الغطائي للكرة الأرضية يعني أنا عندي أماكن فيها جليد لازم أحافظ على الجليد ده لأننا لو محافظتش علي الجليد ده بيعمل إيه؟ بيعكس جزء كبير من أشعة الشمسية لما الجليد يذوب إيه اللي يحدث؟ المية اللي هي تحت الجليد تبتدي تمنطس جزء من الطاقة الحرارية فبدل ما بعكس الشعب وبدل ما بعكس طاقة تبتدي تمنطس عاوز زراعة لأن الزراعة تبتدي تمنطس جزء من هذا الإشعاع لأنها بتعمل عمليات تمثيل ضوءي وتمثيل ضوءي وتمتص ساني أكسيد الكربون علشان تمثيل غزاء وما شابه فأنا محتاج أغير هذا الغطاء للكرة الأرضية ما ينفعش أننا أفقد غابات حرائق الغابات دي تؤثر سلبا لأن حضرتك بتفقد الرئة للكرة الأرضية يعني المكان اللي هو عنده القدرة على امتصاص جزء كبير جدا من ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفئة الموجودة في الغلاف الجوي بيتدي إيه لحجمه؟ قبل الامتصاص فلما إيه لحجمه؟ علشان كده إحنا يعني أي مشروعات تنموية في اتجاه الزراعة دي حاجة يعني حاجة مهمة إلى أقصى درجة حاجة ممكن تتخيلها مهمة جدا أننا أغير الغلاف أو الغطاء على الكرة الأرضية أو على الكوكب أننا أزود مساحات خضراء مساحات خضراء لأن كل ما هتزود مساحات خضراء كل ما هيكون حضرتك تقدر تعلي نسبة امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقدر أن حضرتك إيه تقدر تتعامل مع هذا الامبعاثات الحالية فإحنا لو بصينا على المجالات ديت أو بصينا على الثلاث افتراضات ديت تلاقي أن الجزء الأحمر ده بيفترض أن درجة حرارة الكوكب هتزداد إلى الثلاث درجات مقاوية بينهاية القرض على المتواصل العالم على المتواصل العالم quelle هو كام؟ اللي هو المفروض يعني واحد وشوية يعني مفروض ما يزدادش عن كده أو اثنين درجة يعني المفروض اثنين درجة مقاوية ده اللي هو كان لما تكلمنا على Paris Accord Agreement أو الاتفاق الإطاري من اتفاقية باريس كان الناس بتتكلم وقتها أن ما ينفعش أزداد عن اثنين درجة مقاوية حتى كنا بنسميها threshold of danger أو حد الخطورة أنا ما ينفعش أتعدى الاتنين درجة مقوية بنهاية القرن لو بيرفع متواصل درجة حرارة الكورن الأرضية إلى من كامل كام بقى إذا كانت 20 25 يعني ممكن مثلا يوصل 27 أو 28 أو 29 وده يعني ده شيء يعني إيه غير مرغوفي على الإطلاق لأن أنا بقول لحضورتك يعني ممكن أماكن أطبع مفهوم بالزبط وفي أماكن مفهوم وهتلاقي بقى حتة برضو حتة التغيرات المناخية وحتة الاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي برضو أحيانا يسأفهمها إن كلمة احترار العالمي إن المتوقع دايما أن درجات حرارة في الزيادة مضطردة ده شيء مش منضبط بالعكس ده حيث ممكن تلاقي أماكن بيحدث فيها برودة قارصة يعني ممكن مثلا تلاقي في مصر فترات تلاقي فيها سقيع أو تلاقي فيها مثلا بعض الهيل أو بعض الحبيبات التلجة التلجية وده يعني فممكن الناس تقول لك الله إزاي أنت بتتكلم على جلوبال ورمينج أو على احترار العالمي وأنا بأجد ده نتيجة اللي احترار العالمي ده أحد نتائج احترار العالمي تغير اللوكال كلايمت أو تغير النطاقي أو المحدود للمناخ في بعض الأماكن ده ظاهرة مش كويسة أنا مثلا دولة استوائية يعني أنا مثلا عندي في مصر مثلا أنا دولة فيها حدود فيها استوائية بيقع في منطقة التروبيكس لكن لما تيجي تبص على البحر المتوسط البحر المتوسط يقع خارج النطاق الاستوائي ولكن درجة حرارة المياه في البحر المتوسط آخذة في الزيادة في آخر ثلاث سنوات أنا آسف في آخر ثلاثين سنة ثلاث عقود درجة الحرارة زادت أكتر من اتنين درجة مقوية ومن المتوقع أن درجة حرارة البحر المتوسط بين نهاية القرن تزداد حوالي خمسة أو ست درجات مقوية قد يظلنا البعض أن ده شيء يعني إيه أوكي ممكن نتكلم عليه ولكن لا الموضوع أعمق من كده لأن حضرتك لما درجة حرارة البحر أو درجة حرارة البحر المتوسط يعني تكون مستمرة في هذه الزيادة حيث توقع أنك ترسل بعض الظواهر الطبيعية التي لا يجب أن تحدث في مثل هذه البحر أو الأماكن المائية يعني أنا بنظر على المحيطات بما فيها من أعاصير بما فيها من عمليات بخر شديدة جدا بتحدث المفروض أننا الكلام ده ما لقهوش أو ما شفوش في البحر المتوسط في المستقبل إحنا هنجد مثل هذه الأشياء يعني هتبتدي ترسل بعض الظواهر اللي هي بنسميها أو أشباه استوائية اللي هي ممكن من شأنها تؤدي إلى زيادة كبيرة جدا جدا في عمليات البخ تؤدي إلى كميات كبيرة جدا من الأمطار اللي هي ممكن تهيئ للبعض على أنها موجات اللي هو الناس كنت بتكلم عليها موجات الصنامي اللي هي ممكن تكون جاية من الزلازل مصر تقع خارج النطاق الزلزالي تمام ولكن ده ممكن يحدث في البحر المتوسط بشكل عامل علشان كده إحنا دايما بنتكلم على أنظمة الإنذار المبكر مش بشرط أنها تكون أنظمة مسبتة في البحر ولكن في عمليات رصد إحنا نستطيع أن نقوم بها علشان أرصد الأمور ديت أبعندي دراية لما يمكن أن يحدث في المستقبل فدية العوالم الدفئة اللي إحنا اتكلمنا عليها الظاهرة دلوقتي اللي إحنا بنبص عليها الشريحة اللي وراها بتوري حضرتك تأثير اللي أنا بتكلم عليه حتة الأربان هيت آيلاند حضرتك شايف المحور الأفقي فيه أنماط مختلفة من الحياة مناطق نائية مناطق سكانية مناطق كوميرشل أو مناطق فيها عمليات صناعية وتجارية سيتي مدن مدن مناطق أربان مناطق سكانية منتزهات مناطق نائية أو مناطق فيها فارم لانز وبص حضرتك المنحنة اللي فوق ده المنحنة اللي فوق ده يمثل لحضرتك درجات الحرارة في المرتبطة بكل نشاط بكل نشاط في خلال إمتى بعد الظاهرة يعني ممكن نتكلم إيه الساعة 2 وضهرة مثلاً بالضبط كده يعني أنا تخيل حضرتك إن أنا بوريك الكيرف ده الساعة 2 وضهرة حضرتك شايف تأثير النشاط الأرضي على درجة الحرارة يعني لو حضرتك عندك مناطق فيها زراعة أو مناطق فيها فارم لانز أو باركس شايف درجة الحرارة بتنخفض بص بقى على المناطق أو على الكميرشال أو على الاربن ريزيدانشل اللي هم التلاتة اللي في النص بص الكيرف حريك عامل إزاي معنى كده إيه إنه كل ما هتتوسع وده وده شيء أنا متكلمش على مصر أنا متكلم على العالم كل ما هتتوسع في عمليات التنمو العمراني كل ما ده هترتفع درجة الحرارة ليه لإن حرارة بتغير في الـ الأماكن السكانية دي أو هذا الغطاء الأرضي لا يسمح بإنعكاسات حرارية ولكن بيمتص فآخذ في الانتصاص كل ما هيمتص أكتر كل ما هيعمل إمباكت أكتر على اللوكال كوميناتز هيعمل ضغط بزود الاحتباس وبيزود درجات الحرارة اللي بنسميها الـ وده بقى تأثيرها على البشر كبير تأثيرها على صحة الإنسان كبيرة جدا وعلشان كده بيتم رصد الآن بالوقت إن العالم كله متجه لو حكتتكلمت على هيئة الأرصاد الدولية متجه إلى عمل نظام عالمي للـ للتنبؤ المبكر أو الانزار المبكر لكل ما هو متعلق بالتأثير على صحة الإنسان لأن حكت لما تتكلم على الـ أو تتكلم على هذا الاتفاع المضطرد في درجات الحرارة التأثير كبير جدا يعني مش مجرد بس التأثير إن حكت معرض ضربات شمس الأقل ممكن بس يكون الناس عندهم أمراض مزمنة ممكن مع الافتفاع درجات الحرارة ديت يبقى الـ بتاحها أكبر أو التأثير بتاحها أكبر ممكن مثلا بعض الأماكن يعني بعض الدول في أوروبا بيحدث بعض الوقفات إن عمال مثلا عمال النظافة اللي هم بيشتغلوا طول اليوم في الحرارة الكبيرة ديت لما درجة الحرارة تزداد بشكل مضطرد ده ممكن يؤدي إليه ده ممكن يؤدي إلى بعض العزوف عن هذا العمل أو هذا النشاط اللي هو يكون تأثيره كبير برضو على المدن السكنية أو على الأماكن السكنية فدية حاجة من الأمور اللي هي دلوقتي آخذة في الزيادة والعالم كله متاجه إلى موضوع تأثير درجات الحرارة على صحة الإنسان وبالذات على ظاهرة الأوربان هيت آينس لو أنا رحت للشريحة اللي بعد كده حالك هتجد آه بص حضرتك ديت تلت منحنيات طبعا شكلهم واضح جدا أن أنا بوري حالك زيادة زيادة مضطردة في تلت اتجاهات المنحنة البنفسيجي ده الأولاني خالص ده بيوري حضرتك التوتال اكسبوجر ده بيوريك عدد البشر على مستوى الكرة الأرضية أنه هو المعرض لدرجات الحرارة آخذ في الزيادة الزيادة السكانية يبقى تأثير ارتفاع درجات الحرارة المصاحب مرتبط بالزيادة السكانية طرديا بص حضرتك المنظر الأخير ده نتيجة الأوربان وورمينج يعني كل ما تبتدي تعمل مجتمعات عمرانية أكتر وتتوسع في المجتمعات العمرانية فتجد هذا المنحنة فالثلاث منحنيات كلهم في زيادة ده المجمع للاتنين ولكن ديت التأثيرات تأثيرات الزيادة السكانية وتأثيرات التوسع الحضري ده مرضود ده مرضود ان حضرتك تستطيع انك تتعامل مع مثل هذه الظواهر لو عند حضرتك Early Warning System أنظمة انظار مبكر وده تهوري حضرتك الفايدة بتاعتها أو الميزة بتاعتها ان احنا نستطيع ان احنا نصل اليه فهنا انا بقوليك كرفات مثلا من سنة 85 لسنة 2015 ونتجد حركة احنا متكلم على مليارات البشر احنا متكلم على بليونز عدد التعرض لدرجات الحرارة اللي هي المطلدة او العالية دي على مدار الايام فده نتيجة الزيادة السكانية او نتيجة زيادة عملية التوسع العمراني لو انا رحت للشريحة اللي وراها بتجد حضرتك احنا هنا برضو نبص على مستوى العالم بص حضرتك الاحترار او بص عملية الاكسبوجر او التعرض لدرجات الحرارة ممكن يكون شكلها عمل ازاي شكلها كبير جدا على مستوى العالم بص الهند الشكل فيها عمل ازاي منطقة الساهل في افريقيا منطقة طبعا شمال افريقيا كل المناطق الحضرية او كل المناطق اللي فيها زي ما بنقول عليها ميجا سيتي او مدن اللي هي المدن اللي هي مكدسة بس لين الهند كلها بهذا الشكل يعني الهند المنطقة بتاعت الهيمالايز ومنطقة بتاعت الاندو جانجا بايزن ديت منطقة فيها كمية نشاطات بشرية كبيرة مرتبط على عدد سكان برضو طبعا هل حكي عندك مليار وشوي فعدد طبعا سكان ضخمة جدا والبلد أصلا بتستخدم البلاك كاربون بتستخدم الكول بتستخدم السود وكل الحاجة ديت بتأثر بشكل كبير جدا غرب أفريقيا برضو غرب وسط أفريقيا برضو ليه كده كل ده تعرض يعني كل ده بسبب تغيرات المناخ أو تغيرات النضغات المناخية بيؤدي إلى الشكل الحاجة شايفو ده إن ده يعني استشراف بقى ليه ما يمكن أن يحدث المستقبل يعني النطاقات المناخية هتختلف الشكل العام للمناخ في العالم هيختلف يعني مثلا أماكن اللي هي كانت بتظن إن هي عندها رخاء مائي ممكن يبقى عندها بعد كده زي أوروبا دي بشوف أنا جفاف وإحنا عندنا جفاف ممكن يبقى في ماء ممكن هيحدث بعض السيكلز يعني الناس اللي بتدرس الماء في حاجة اسمها الـ ITCZ أو الـ Inter-Tropical Conversion Zone يعني في منطقة معينة في حزام مائي كده حوالين أو حوالين مناطق الإستوائية هذا الحزام المائي متحرك هو ده اللي بيوريني عملية السيزنز أو بيوريني المواسم هذا الحزام المائي هيختلف هيحصل له شفتنج شوي هيتحرك وفيه زواهر عالمية فيه جلوبال فنومنز يعني فيه فيه حاجة اسمها المينيو طبعا مش عايز أرهق حضرك بالموضوع ده ولكن فيه زواهر بتقول لنا إن هذا الحزام المائي هيختلف الحركة بتاعته يعني فيه أماكن خلال 10-15 سنة كان بيجي لها كميات معاية من الماء هتبتلي تختلف وفيه أماكن أخرى هجي لها ماء بشكل آخر الكلام ده يعني الكلام ده ما هواش نوع من أنواع الاستشراف المستقبلي الغير منضبط ولكن ده قائم على بيانات حاجة دايما لما نيجي تشتغل على كلايمت حاجة تشتغل على 50-60 مئة سنة من بيانات عشان تقدر تتكلم أو تقدر تبص على الموضع دات يعني كلايمت موضلز أو النمازج المناخية بتعمل حاجة زي كده أنا عايز أورحك بعض الخريط اللي موجودة على مصر ديت برضو هتوري حضرتك الوضع شكله إيه الخريطة ديت الصراحة أنا بعتز بها جدا لأن الخريطة ديت بتوري حرك التوسع العمراني التوسع العمراني يعني كل الألوان ديت بتوري حرك التوسع اللي احنا شايفينه مثلا في التمانينات أو بعد كده مثلا في الألفين وبعد كده لغاية 2020 الألوان اللي هي اللونها أبيض واللونها أصفر واللونها أحمر ديت أماكن بتوري حرك التوسع العمراني معنى كده إن احنا عن طريق تقنية الشعر عن بعد والأخمار الصناعية حضرتك تقدر تحدد تقدر تحدد معدل التوسع العمراني تقدر تشوف الاتجاهات بتاعتك ماشي إزاي دي تقدر تساعد بالداخل إلى النهر تلقتي من النهر البحر بص حيك إحنا ماشيين إزاي يعني بص حيك الألوان يعني صراحة صورة معبرة جدا بتبين كل الاتجاهات اللي احنا ماشيين فيها وبتبين اتجاه الدولة إن احنا التوسع شاكل العمراني وده حاجة حاجة محمودة ولكن ده بيخلي متخزي القرار دايما يبقى عنده القدرة إن هو عنده آلية وعنده طريقة إن هو يقدر يشوف القرار يبقى مبني على معلومات قدامة للسكوب بالضبط كده بالضبط كده من الخريطة ديت لو رحت للخريطة الوراها توريك بقى الأثار للحرارة الـ Urban Heat Island بص حضرتك درجات الحرارة اللي أنا بوريه حضرتك ده هو Urban Heat Island إنتانستي يعني ده الاحترار نتيجة التضخم أو نتيجة التوسع العمراني تجد حضرتك إن في أماكن مختلفة في القاهرة الكبرى الألوان ديت تقدر توريك التأثيرات معنى كده إيه إن أنا لما يكون عندي القدرة إن أنا أحسب درجات الحرارة اللي موجودة في المناطق العمرانية ده بيساعد جدا إن أنا لو عندي Decision Support System أو لو عندي أنظمة إنزام مبكر تقدر فعلا توريني بلاش هنا ما تزودش لا خليك هنا تساعد وتقدر فعلا مثلا أنا عندي منطقة عليها Red Flag أو منطقة مثلا ممكن تكون معارضة لشيء معين يبقى أنا إيه مثلا العاملين في قطاع الصحي يبقى عنده نوع من أنواع المعرفة أو الدراية بما يمكن أن يحدث أنا عندي مناطق دي مثلا ممكن يبقى فيها تأثيرات صحية أكبر أتجي هنا أكتر أبتدي أحطلع resources أكتر يبقى دي يخلي منتخذ القرار دايما دايما عنده القدرة على اتخاذ قرار منضبط زي ما حصل بالضبط وقت الكورونا وقت الكورونا حرارك تجد يعني مهما كان مهما حدث لم يسقط النظام الصحي في مصر ظل متماسك وكان عنده القدرة على التعامل مع المشكلة أيا كانت الأرقام الأرقام ممكن تكون كانت أرقام قليلة للبعض أو كبيرة للبعض ولكن دي كانت الأرقام اللي كانت بتعلن من خلال منظمة الصحة العالمية مش مجرد أنها بتعلن في مصر ولكن كان التعامل معها بتعامل قائم على بيانات قائم على معلومات عشان كده كان فيه دوع من أنواع التعامل المنضبط أو السليم جدا مع الزاهرة دي أو مع الحدث ده وعلشان كده لم يحدث يعني نوع من أنواع صحيح المشاكل مرت الأزمة مرت الأزمة فده اللي احنا نتكلم عليه على موضوع الـ Urban Heat Islands إلا أنا لو خليتها دايما وأنا منتخذ القرار أو أنا زير إسكاد الحتة اللي تحت دي الحمرة دي اللي تحت دي آه لأ دي خطر ما زودش فيها دي مناطق فيها تأثير Urban Heat Islands ضخر يبقى أنا ممكن أبتدي أوجه بعض الرسورس مزقلت صحية أو أنا عارف مثلا لو أنا عندي Demographic Data لو أنا عارف مثلا عدد السكان اللي موجودين في المنطقة دي وعارف مثلا القطاعات عندي مثلا كبار السن قد إيه عندي الناس اللي هي فيهم مثلا مرض وليكن دي خطر دي خطر الحتة اللي تحت دي يا إيه دي محافظ دي مش عارف محافظ دي أبراهيم دي المهم أنا المنطقة دي لو أنا دلوقتي وعندي الData دي والبيانات دي والقرارات دي هقول يا جماعة دي المنطقة حرة جدا جدا ودراجة الحرارة فيها مرتفعة زي ما أنا فاهم بلاش تقطعوا على القرار مثلا يعني هتساعدني في تخيص أي قرار طبع أكيد ده مؤكد ده مؤكد هتخليك دايما طبع حضرتك على دراية أو عندك تساعدك فعلا في تخيص القرار المزبوط للمناطق المختلفة بالضبط بالضبط لأن كلها قائمة على بيانات وإحنا بنسمي اللي قدام حضرتك ده Geospatial Intelligent يعني هي أصلا بيانات زكية زكية ومكانية يعني دايما أي بيانات احنا بنعرضها دايما مرتبطة بالمكان عند حركة Latitude و Longitude وده مهمة جدا النقطة دي يعني الأقمار الصناعية لما بترصد شيء دايما احنا بنتكلم على Geolocation أن حركة عايز ترصد على نطاقات مختلفة سواء كان جلوبل على مستوى الكرة الأرضية أو على مستوى ريجونال محلي أو نطاقي أو على مستوى Local مستوى محلي فكل الأمور دايما بتقوم خضعة للإحداثيات فحضرتك دايما بنقول عليها Geospatial مكاني بيانات مكانية دي مهمة جدا ونحط layers ونحط طبقات من البيانات دي على بعضها البعض اللي هي بتقدر تساعد متخذ القرار على اتخاذ بعض القرارات اللي هي بتكون منضبطة بشكل كبير جدا أنا عرضنا رحب بعض المشاكل اللي هي موجودة طب نشوف بعض الحلول طيب خلينا قبل ما نطلع الحلول بقى نطلع فاصل صغير فاصل ونرجع نشوف الحلول ايه احنا لوقت عرضنا المشكلة وعرضنا المخاوف وعرضنا الصور واستشراف المستقبل التنبؤ الحقيقي على نطاق واسع نطاق جغرافي ونطاق زمني يصل لقرن لكن في حلول اكيد في حلول فاصل ونعم اهلا بحضرتكم من جديد دكتور شام يعني كنا وصلنا الى حافة الحلول بالضبط يعني احنا مساء احنا تعرضنا النهاردة لموضوع الوربان هيت آيلانز وانا متعمد ده لان درجة الحرارة اللي هي المتسرعة في العالم كله او الناس بتشهدها ديت خلاص اصبحت يعني ايه وضحة للقاس والداني يعني بقت شيء معروف والناس كلها عندها قلق كبير جدا حتى على صحة الانسان حتى من الظلط الصحة العالمية دايما بتتكلم على الموضوع ده وتأثيراتها تأثير درجات الحرارة المطاردة على صحة الانسان طيب انا لما برصد مشكلة زي دي وانا لازم احاول استخدم تقنيات علوم البيانات استخدم الشعار عن بعد استخدم الحلول المتاحة علشان اقدر ازاي ان انا اتعامل مع مشكلة بهذا الشكل فانا لو بصيت على المعروض قدام سيادتك دلوقتي تجد ان انا بتكلم على القطاع الصحي لو انا بصيت على الدايرة اللي في النص ديت اللي هي بتقول عليها public health هي دي قطاع الصحي في بعض المخرجات اللي هي كتيرة جدا حاج شايف مربعات وحاجات ليها انوان مختلفة انا ببص على هذا الشكل ان انا بتعامل مع القطاع الصحي وبشوف كل المؤثرات الخارجية اللي هي ممكن تؤثر على هذا القطاع وده اللونها اللون الازرق الخفيف اللي هو heat wave موجات حارة كبيرة جدا ارتفاع مضطرت في درجات الحرارة ارتفاع كبير جدا في درجة الازون او الازون كل دي مؤثرات على الصحة العامة بالضبط كل ديت مؤثرات على الصحة العامة فانا ابتدي اشوف عمليات رصد لهذه الامور طيب ابتدي اشوف عمليات التأقلم ازاي ان انا لو انا عندي المشاكل دي طب هعمل ايه ممكن مسلا اوفر عمليات تهوية في بعض الاماكن green and blue infrastructure يبقى عندي مصحة خضراء وعندي اللي هي sustainable cities ازاي ما الدولة متجهدة حاليا اللي هو green energy كل الاتجاهات دي اللي هي بتتعامل مع مجتمعات عمرانية تكون مارنة مجتمعات تقدر عايز اكون عندي جاهزية زي ما احنا عملنا في الكورونا والله انا بافترض لو جايلي عدد كبير قد كده من الحالات علشان كده تم عمل مستشفات ميدانية تمام كده يبقى انا عايز اعرف availability of hospital beds انا عندي عدد اسر قد ايه ده ما استشراف المستقبل فيما خص صح من خلال دراسة العوام المناخية او الطقس او هيرو بالضبط عشان انا بقى جاهز يبقى انا بشوف عندي ايه درايفر ايه الحاجة المؤثرة عندي اشوف ان انا اتعامل معها ازاي اشوف السنسيتيفيتز يعني انا اشوف والله درجة الحرارة ديت هل هتأثر على الناس كلها بنفس المقدار طب الناس اللي مسلا من 40 ل 50 سنة طب الناس اللي من 50 ل 60 الناس من 60 ايه ايج سنسيتيفيتز اشوف التأثير ده هل هيختلف في القطاعات البشرية المختلفة ولا لأ ابتدي اشوف اليربان هيت ايلاند اشوف الهاي رايز ريزيدانشال بلدنجز لو عندي ابنية عالية جدا او ابنية منخفضة عدد السكان فيها كل الامور ديت هي امور لما تيب عند حضرتك حاجة بنسميها اللي هي ديسيجن سوپورت سيستم او انظمة الانتخاذ او انظمة دعم اللي منتخذ القرار كل ديت بطاق معطيات موجودة جوه هذا النظام قائمة على استشراف للبيانات المتعلقة باليربان هيت ايلاند او درجات الحرارة او ما شابه لما كل الكلام ده يتحط في منظومة معينة تقدر حضرتك لو انا بسيت على الشريحة اللي وراها تقدر بقى تعمل بعض الانظمة اللي هي معتمدة على يعني بيانات مختلفة حضرتك عندك بيان مثلا بجميع الحالات الارضية انا عندي هنا ابنية عندي هنا مساحات خضراء عندي عندي بيان اخر بالارتفاعات والمخفضات اللي موجودة بيان اخر بكل المجتمعات مثلا عندي انتربرايزز هنا عندي مناطق كوميرشل تقدر تحدد عندي شوارع فين عندي السكان موجودين فين يبقى كل دي طبقات بص حضرتك كل الطبقات اللي احنا شايفينها هي عبارة عن طبقات جيو مكانية زكية انتليجنت بحطها في منظومة موحدة علشان اقدر احصل على نظام يقدر يبلغ المترخز القرار بما يمكن ان يحدث يبقى جاهز لي انا لما باجي اتكلم على الظواهر الطبعية او الظواهر المناخية حيث ممكن تقول بكرة والله درجة حرائية مثلا هيئة الارصاد مشكورة تقول مثلا والله يا جماعة احترسوا من ما يمكن ان يحدث في خلال الـ 48 ساعة الجاي او الـ 72 ساعة الجاي او على مدار الاسبوع القادم يبقى انا بيبقى عندي نوع من انواع الاستشراف المستقبلي للظواهر اللي هي قريبة اللي ممكن تحدث خلال فترة زمنية معينة لكن انا عاوز ابص بقى على الامور اللي هي ممكن ابقى عارف ان الصيف اللي جاي هيشهد كذا وكذا وكذا يبقى انا بحضر نفسي من دلوقتي من دلوقتي كدولة وكأشخاص وكأسر وكمحليات لان العملية كلها برضو مهمة جدا نوع من انواع الوعي لدى المواطن العادي الناس ممكن تبقى مثلا زعلانة من موضوع الكهرباء لكن محدش عارف اللي ابعاد ايه يعني ممكن يكون مثلا الحمل الزائد على الشبكة او ممكن تكون انت كهرباء متوفرة ولكن درجات الحرارة اللي موجودة حاليا ممكن تؤثر سلبا على الشبكة او مش في مصر في اي حتة في العالم ممكن يحدث ده فحضرتك ممكن تكون تحصل حرارة فعلاك تحصل حرارة زي ما حصل بيحدث بيحدث لان درجات الحرارة او ما يحدث الان بشكل ناتشرل يعني اصبح غير المتوقع او اصبح ماشي في اتجاه يعني لازم لازم يكون عندي انظمة ان انا اقدر من خلالها ان انا اقدر اتوقع وارائب ما يحدث الان علشان اقدر استشف المستقبل خلينا نقول حالك على الحجم الاقمر الصناعية ليس عندها القدرة على استشراف ما يمكن ان يحدث في المستقبل الاقمر الصناعي يرصد ما يحدث الان ويبلغك باللي حصل انبارح والسنة اللي فاتت وعشر سنين سابق انا باستخدم الكلام ده كله عشان اكون العقل الجمعي بتاعي اتعلم منه واحط الكلام ده كله في الانظمة الزكية اشترك ده اشوف بكرة بايه انت ترقع اشوف بقى اشوف بكرة بايه بنماذج ايو انا بعمل عمليات الميرج دي او عمليات اللي هي الانتجريشن بعمل سيستم متكامل بيتبع علوم البيانات مع انظمة الرصد لنظم علوم الارض زي ما اتفقنا قبل كده يمان ابرصد ومتعلم من لانا رصدته على مدار العقود الماضية علشان احط الكلام ده كله في نمازج رياضية منضبطة عندها القدر على استشراف المستقبل بناء على معلومات انا بيخدها من ارض الواقع يمان ابرصد بالاخمر الصناعية علشان اعرف اللي بيحدث الان مش عشان اعرف اللي هيحدث بكرة انا مقدرش اقول لحضرتك اللي هيحدث بكرة في المناخ عن طريق الاخمر الصناعية الاخمر الصناعية بتفهمني بتوريني اللي حصل على مدار السنوات السابقة اللي بتوريني بيحدث الان فالقمر الصناعي كل قمر ليه قدرة على رؤية اشياء معينة بناء على ايه السؤال اللي انا بدرسه دايما انا بقول ان الاخمر الصناعية لازم يكون لها انا مش بعمل الاخمر الصناعية لهدف الاخمر الصناعية لازم يكون لها غرض لازم يكون عندك سؤال أنا برصده أنا والله عايز أتكلم على الزراعة عايز أتكلم على المية عايز أتكلم على ملوحة التربة عايز أتكلم على درجات الحرارة عايز أتكلم على الحياة البحرية عايز أتكلم على الاتصالات كل دي تأهداف وعشان الأهداف دي تتم تحقيقها أنا بصمم أنظمة فضائية أو أنظمة أقمار صناعية تستطيع أن هي ترصد أو ترد على التساؤلات دي ومن خلال الرصد ده أنا ببتدي أكون فرق فرق مثلا تبتدي تعرف الأمر ده هيتحط فين إيه الأوربت أو إيه المدار بتاعه لأن حضرك بتضعف مدار يستطيع الرد على السؤال اللي حضراتك عايزه لأن مش كل المدارات هترد لك على نفس السؤال مش كل الارتفاعات هترد لك على نفس السؤال مش كل العدسات هترد لك على نفس السؤال مزوش المعين بالضبط كده العملية كلها هي عبارة عن منظومة متكاملة علشان تستطيع أن حضرك يكون عندك عقل جمعي تقدر من خلاله تقص على ما يمكن أن يحدث في المستقبل لو أنا كملت في بعض الشريح برضه والشريحة اللي جاية ديت أعتقد ديت هتوري شيء مهم جدا في عمليات التعامل مع الاربان هيت آيلانز بالضبط كده بص حضرتك علامة الاستفهام اللي في النص دي بتبين إيه أو بتعكس إيه بتعكس فجوة في المعرفة مش عارف مش عارف فجوة في المعرفة وده اللي احنا بنحاول نعمله عمليات رصد الآن لو أنا بصيت على المنحنات اللي قدامنا ديت المنحنة الرأسي بيقول لحضرك إيه قدرتك على التنبؤ ومهرتك في التنبؤ يعني المنحنة الرأسي ده بيقيس المهارة في عمليات التنبؤ والمنحنة الأفقي بيقيس التنبؤ بتاعك في خلال قد إيه حيث بتتنبأ في ساعة ولا في يوم ولا في عشر ساعات ولا في أسبوع ولا في شهر ولا في ثلاث شهور ولا في سنة تمام كده لو هيبصيت في أول جزء اللي هو لغاية أسبوعين تقدر تعرف بس تشوف المهارة شوف مهارتك عالية أول في الأول يعني مثلا لما هيئت الأرصال تقول لحضرتك بكرة هيحدث كده لكن اللي تقولك كمان أسبوعين لا فراجع بك وهو حتى دايما يقولك بتحفظ يبقى أنا المهارة بتاعتي في التنبؤ هتختلف على يبقى الأجل القصير أكتر دقة بالضبط بالنسبة للطقص وليس بالنسبة تمام كده تمام تيجي تبص حضرتك بعد الأسبوعين دولة تلاقي عندك جاب الجاب بقى ديت اللي بيحدث فيها إيه اللي بيحدث فيها الظواهر الجامحة اللي احنا نرصدها الآن يعني مثلا لو أنا عندي إعصار بيحدث الإعصار ده مش هيتكون في يوم أنا ممكن أبعاندي شواهد يعني مثلا الأعصير اللي بتحدث على المحيط الأطلنطي وتحدث في أمريكا حضرتك بتبقى عندك رصد للإعصار ده قبليها مثلا بعدة أيام بتجد الإعصار بيتكون على مراحل مختلفة بينشأ من السحل الغربي الأفريقي ويبقى مستمر على المحيط الأطلنطي فترات زمنية طويلة ممكن تقعد يوم ويومين وتلاتة وأربعة لغاية ما يكون إعصار ضخم ويعمل عملية خبوط على السحل الشرخي الأمريكي يعني بياخد عدة أيام تمام كده في شواهد بتقول لي إن السيزن اللي جاي أو هذا الفصل الموسمي القادم سوف يشهد أعصير جمة أو أعصير ضخمة لأن درجات الحرارة كلها بتساعد على ده أو بتؤهل لده هي دي الجاب اللي احنا شفناها لو احنا رجعنا للمرحلة مرة أخرى تلاقي علامة الاستفهام ديت اللي هي بعد الأسبوعين بص حضرتك في المرحلة ديت اللي فيها إيه؟ اللي فيها الإكستريمز تروبيكال سايكلون اللي هي العصير الاستوائية الهيت ويفز اللي هي الموجات الحارة المسارات للعواصف السيفير واذر ثريت اللي هي التأثيرات المناخية الجامحة كل ده بيقع في هذا النطاق ده اللي احنا بقى منحاول نعمله كفرش دلوقتي هو ده الفاجوة اللي بحاوله بمعرفة الفاجوة بالضبط كيبا إحنا العلم هي دي الحاجة اللي احنا بنعمله يبقى الرد على الاربان هيت آيلاند أو ما نستطيع أن نفعله أو ما نريد أن نفعله إن احنا نحاول نملة هذا الفراغ عن طريق أنظمة الإنظام المباكل لإن لو حضرتك مالية هذا الفراغ هتساعد في حاجات كتيرة جدا 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 على مستوى الدولة وبالنسبة يعني وعلى مستوى العالم فهو ده الهدف أو هو ده الفكرة اللي من خلال نظم علوم الأرض أو الأقمار الصناعية مع علوم البيانات تقدر إزاي تعمل لها يبدأ يرجع تاني الموف ده اللي بعد ثلاث شهور إيه بص بقى حضرتك بعد الثلاث شهور ده حيث تتكلم على السيزون الأوتلوك اللي هي التنبؤات الموسمية صيف القدم الربيع القدم خليل بذبك بتكلم على الصيف بتكلم على الربيع بتكلم على الشتاء لأننا لما بتكلم على صيف عشرين ثلاثة وعشرين أنا لازم أقرنه بصيف عشرين عشرين وأقرنه بصيف عشرين عشر وأقرنه بصيف عشرين عشر وأقرنه بسنة ألفين يبقى أنا ببص على الموسم كموسم شكله إيه إطاره العام إيه يبقى أنا أقدر أعرف أحدد التغيرات الموسمية اللي هي مثلا من سنة العشرين عشرة لغاية عشرين تلاتة وعشرين أقدر أعمل الكلام ده وبناء على ده أقدر أستشرف لحاجة أقول لحاجة إيه اللي ممكن يمتوقع ما هو متوقع في الفترات القادمة أو في بعض المواسم القادمة هو ده الشغل المهم جدا للعملية الانتجريشن عملية المزج أو الخلط ما بين علوم البيانات مع علوم أو نظم علوم الأرض ما يمكن أن تستخدمه أو ممكن أن ترصده من أنظمة الأقمار الصناعية مع ما يمكن أن ترصده من الأنظمة الأرضية وكل ده بتدخله في النمازج الرضي اللي هو الناس بتكلم عليها اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي وما شابه كل ده تعباره عن نمازج أو طرق لتحليل بيانات علشان أقدر أستشرف منها المستقبل طيب لو أنا جيت بسيط على أنا بحاول يعني إيه أعمل بعض رؤوس المواضيع اللي هي ممكن تكون بتهم المواطن العادي أو بتهم متخذ القرار لو إحنا كملنا طبعا من ضمن المشاكل اللي بتواجه العالم وده يمكن حاجة يعني وضحة للجميع موضوع الغذاء وموضوع الزراعة وموضوع الشوح المائي وده على مستوى العالم كله يعني بنرصد أن فيه أماكن فيها شوح مائي بنرصد تراجع في المحاصيل في الإنتاج بغض النظر عن الوضع السياسي العالمي ولكن فيه بعض الأمور اللي هي ممكن تؤثر على تناقص سلاسل الغذاء بتؤثر على المحاصيل بتؤثر على الإنتاجية المحصولية زي النهاردة في 90% من المحاصيل البستانية في إيطاليا والخضروات ليه بقى؟ لأن المحاصيل ديت ليها خصائص مناخية معينة تحمل درجة الحرارة تحمل معين لما يكون الوضع المناخي حوالين هذه المحاصيل بيختلف وأنا مش بغض صدو ده يؤدي إلى تناقص كبير جدا في عملية الإنتاج لو أنا كنت راسي كنت هعمل حسابي من الأول طبعا أزرح في صوب زراعية هعمل كذا بالضبط وده اللي بتحولك مثلا إيه أنظمة الاستشارة عموات لو أنا رحت للشريحة اللي قبل ديت أنا بس كان هدفي اللي قبلها براهيم بسرعة كده بتلاقي يعني أنا بوريك الدلتة الدلتة مصر وبعد كده بعمل عملية زوميج أو بقرب شوية من المربع الأحمر ده المربع الأحمر هو اللي حالك شايفه ده والمربع الأحمر الأخير خالص هو الشريحة اللي وراهيم أنا مركز دلوقتي على بعض المناطق اللي موجودة بص حقيقة لدرجة إلى هذا الحد لما أنا أجي أبص بقى على الخريطة اللي وراها لتجد حضرتك إيه ألوان مختلفة حاجة شايف الألوان ديت كلها بتعكس أمور في صحة الغذاء في صحة النبات تقدر تعرف والله إن المنطقة دي الصحة فيها قد كذا التوقع للإنتاجية المحصولية ممكن تكون كذا احتياجها للماء في المنطقة ديت كذا الألوان الحمراء والخضراء والتغيرات الطايفية ديت ديت ليها مردودة دي البناة البيانات أصبحت مدخلاً أسيان في المدخلات الإنتاجية طبعاً طبعاً لأن حضرتك تقدر تعمل خرائط محصولية يعني مثلاً محصول الرز يختلف عن محصول الدرة يختلف عن محصول البرسيم درج الحرارة وكمية المياه وروملوح والقربة والاعتياج ده مش كده وبس حضرتك تقدر تبص تلاقي مثلاً أرض زراعية موجودة في منطقة معينة وأرض زراعية ملصقة لها تلاقي الاحتياج المائي لهذه الأرض يختلف عندي يختلف عندي الشطارة بقى أنا أقدر أحدد ده إزاي أقدر أعرف ده إزاي في بعض الأنظمة في الأخمار الصناعية تستطيع أنها بتمد حضرتك ببعض البيانات اللي ممكن أنا أستخدمها كمتخص قرار أن أنا بناء عليها أعارف ما هو متوقع فعشان كده تلاقي مثلاً خريطة بالشكل ده لو أنا روحت الخريطة الوراها بص حضرتك أنا بوريك بالتغيرات الزمنية بص حيك الألوان بتتغير إزاي أنا بوري حضرتك التغير الطيفي أو التغير في صحة النبات على فترات زمنية متقربة كل أسبوعين أو كل حاجة ده بيوريك حاجة اسمها إيه الفينولوجيكال سايكل أو الدورة الحياتية للنبات يعني حيك تقدر تتابع النبات على مراحل النمو المختلفة هو لسه غير ما هو أكبر غير ما هو بالضبط كده يعني لو روحت للشريحة الوراها هتشوف الحقيقة تفضلت بي دلوقتي بص حضرتك كده أنا قادية اللي هي نفس الشريحة لا إحنا ممكن نروح للوراها اللي هي توريك آه بص حالك كده هذه المراحل مراحل مختلفة أنا مثلاً بوريك في أول شريحة البنجر الصورة اللي وراها للقطن الصورة اللي وراها للألف ألف ده تلات محاصيل مختلفة وتلاقي هنا فيه ألوان مختلفة في أشهر مختلفة شهر مايو شهر ستة شهر سبعة شهر تمانية وتلاقي النمو النباتي مختلف يعني أنا ببص على من أول عملية البلانتيج نتلات لغاية ما بوصل لعمليات الهارفست أهو جمع المحصول كل المراحل دي تحرك بتستطيع رؤيتها وتستطيع متبعتها عن طريق الأخوار الصناعية ده بيساعدك جدا 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 أنت بتكون خرائط اللي هي من شأنها بتخلي متأخذ القرار عنده القدرة على معرفة ما يمكن أن يحدث وبالتالي يتأخذ القرار المنضبط في الوقت المنضبط اللي هو بناء على الوضع الحالي أو الوضع المناخي الحالي اللي بحيط بالمناطق اللي هو بيحبيه دي بسه دكتوري شامل الحديث والاستماع إليك وبالعومة المساعدة من الخرايط والصور يعني مبهرة أشكرك جدا الحياة ودايما يا رب ربنا كاتر أمثالك عشان خطر يبقى الأمور مرتبطة به بحث علمي مش بس كلام ومش بس توقعات حاليا الدنيا حر كوي ليه؟ إزاي؟ طب هنعمل إيه؟ هنستفيد إيه من الموضع؟ نقلل المشاكل أنا مشهورة جدا أشكرك الأستاذ الدكتوري شامل العسكري وأستاذ التشعر عن بعض وعلوم الأربع شهرة جدا شرفتيني شهدنا الكرام انت هواقلي هلتقي في حلقات قادمة دونتوا في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة